في ذات السياق صدر أيضا بيان من وزارة الصحة بشأن هذا الحادث حادث قطار المينيا البيان بتاع الصحة بيقول أن الدكتور خلد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أكد على توفر الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار اللي وقع صباح اليوم الأحد في محافظة المينيا كلف الدكتور خلد عبدالغفار نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى محافظة المينيا لمتابعة الوضع الصحي هناك ميدانيا وجه أيضا برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث وعلنت الوزارة دفع بـ 23 صيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصاب وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المينيا العام ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المينيا الجامعي وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتروح ما بين كدمات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن والمتابعة مستمرة إذن 20 حالة مصابة ولا يوجد أي حالة وفاة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر